بعد قضية الفساد المالي والرشوة أو ما باتت تعرف في تركيا بقضية السابع عشر من ديسمبر والتي هزت الحكومة التركية بدأ رئيس الوزراء رجبطي بردوغان بخطوات سريعة لإعادة هيكلة مؤسستي الأمن والقضاء ومن تلك الخطوات ووفق كثير من المتابعين للشأن التركي كانت خطوة إعادة محاكمة قيادات الجيش وضباطه الذين يقضون أحكاما بالسجن لمدد تتراوح ما بين المؤبد وعشرات السنين في إطار قضيتي باليوز وأرغانيكون الإنقلابيتين بعد قضية السابع عشر من ديسمبر قررت الحكومة إجراء إصلاحات قضائية واسعة ومن أجل ذلك دخلت من باب إعادة محاكمة المتهمين في قضية باليوز وأرغانيكون للحصول على تأييد ودعم المعارضة لا سيما حزب الشعب الجمهوري وفور إثارة هذا الموضوع أعلن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة تأييده لإعادة محاكمة ضباط الجيش واستعداده لتقديم مشروع قانون أمام البرلمان لإصلاح القضاء وهو ما يريده أرغان الذي كلف فيما يبدو رئيس اتحاد المحامين الأتراك متين فيزي أغلو لتصعيد المطالبة بإعادة المحاكمات وكان فيزي أغلو قد زار سجن السيليفري غربي اسطنبول والتقى قيادات الجيش السابقين المسجونين فيه منذ سنتين وأكثر بعد أن تحدث كبار مسؤولي الدولة وفي مقدمهم رئيس الوزراء عن وجود أجندة خفية داخل القضاء وتعرض الجيش لمؤامرة من خلال قاضيتي باليوز وأرغانيكون لا يمكن أن نبقى صمتين إزاء ذلك وتحرقنا من أجل تحقيق العدالة وفي خضام التحركات السياسية لإعادة محاكمة ضباط الجيش كان الجيش التركي قد تقدم بشكوى جنائية أمام القضاء يطالب فيها بإعادة محاكمة منسوبه وأتبع ذلك بإصدار بيان عبر موقعه الإلكتروني قال فيه إنه تقدم بذلك الطلب لحماية حقوق الجيش وكرامته وتقول صحف تركية إن هيئة الأركان في الجيش والتي قضى حزب العدالة والتنمية الحاكم على نفوذها تماما في الأعوام الماضية لم تكن لتتقدم بطلب إعادة المحاكمات ما لم تحصل على الضوء الأخضر من رئيس الوزراء التركي إعادة محاكمة ضباط الجيش قد تفتح المجال أمام إعادة المحاكمة للعديد من القضايا التي شغلت وتشغل الرأي العام التركي وتؤكد أن أردوغان ماض قدما لتقليص صلاحيات معارضيه داخل مؤسسة القضاء من خلال إصلاحات قضائية مرتقبة من اسطنبول عبد الناصر سنجي بي بي سي